كابتن سيد عب حفيز مدير الكرة كان قام بمهام رئيس البعثة في بعد عودة المهندس محمود طهر للقيرة وكابتن سيد مدير الكرة بينفي كل ما تردد في الأيام الأخيرة إن بارح يمكن المواقع كلها راجت عليها شائعة إلحى ده فيه خناءات في معسكر الأهل ده كابتن حسام البدر تخانئ مع صالح جمعة ده صالح جمعة تخانئ مع حسام عشور علشان دخل عليه داشنج في التمرين شوية وأصابه كابتن سيد عب حفيز في تصريح صريح وواضح بيأكد إنه ده ما حصلش على الإطلاق إصابة حسام عشور وصالح جمعة في التمرين كان مجرد التحام بسيط جدا لكن لم يتطرق الأمر بأي حال من الأحوال يعني الحادثة صحيحة لكن الوقع صحيحة بس التدعيات مش صحيحة مش صحيحة خالص وأنا فيها كابتن سيد جملة وتفصيلا والنهاردة إن شاء الله في خلال الحلقة هنكون على اتصال مع البعثة في سوسة عشان نقدر نقول لحضراتكم إيه حقيقة الأمر وإذا كان له فعلا ظلال من أي وقع ولا هي مجرد أخبار أو شائعات بص يا أستاذ إبراهيم الموضوع ده حي كلنا فيه عودة مش الموضوع ده بتفاصيل الموضوع ده إنما في التعامل مع مثل هذه الأمور في النادي الأهل وهي ما زالت ازدواجية المعايير وما زالت بند فرص للذين أعبسونا في فريق النادي الأهلي كويس؟ هنتكلم بالتفاصيل وهيبقى لنا كلام عن الوقعة وتدعياتها بس ما نعد ماتش النجم الساحلي بإذن الله إدارة نادي النجم الساحلي وفرت مدرج خاص بجمهور الأهلي في جمهور مسافر من القاهرة وفي جماهير ربما تكون موجودة في تونس حتى لو من أندية أخرى وهتأذر الأهلي هتلاقوا المسألة في مدرج خاص لجماهير المصرية والمهندس سامير عدلي قال أنه عمل جلسة مع سفيان الوردي ده المنسق العام لفريق النجم الساحلي اللي زار بعثة فريق الأهلي في برج الإقامة النهاردة وطلب إجراءات كاملة جدا لتوفير وتأمين هذا المدرج الخاص بجماهير النادي الأهلي يوم السابت إن شاء الله 24 ساعة يعني قبل المباراة يكون الاجتماع الفني الخاص باللقاء وبالمناسبة لعلى من المفارقة الغريبة الأربع فرق اللي تأهلوا للمربع الزهبي كلهم من زاو الفنيلة الحمرة الفنيلة الحمرة وحدها في قبل الفريق جزائري بيلبس فنيلة الحمرة اتحاد العاصمة الجزائري زي المفضل أو الرسمي الفنيلة الحمرة الوداد البيضاوي المغربي بالفنيلة الحمرة النجم الساحلي بالفنيلة الحمرة وطبعا الأهلي بفنيلاتها الحمرة بس هي قد لا يلعب الأهلي بالفنيلة الحمرة الضيف هيغير وصاحب الأرض هيحتفظ بنونه الأحمر الأهلي حدد يوم 22 أكتوبر زي ما قلت لحضراتكم موعدا لمباراة العودة اللي هتكون بإذن الله في استاذ الجيش ببرج العرب وبيطالب الأهلي ب60 ألف متفرج لحضور هذه المباراة والذي هو 20 شمس المدير التنفيذي للنادي أكد على أنه النادي أرسل خطاب إلى الجهات الأمنية يطلب فيها زيادة العدد المسموح بحضوره في مباراة العودة 22 أكتوبر إلى 60 ألف مشجع بإذن الله يتم الموافقة على هذه الزيادة عشان تكون يعني أنت بتكلم في 22 أكتوبر أنت 8 أكتوبر قبلها يعني بـ 15 يوم حيكون مباراة المنتخب مع الكونغو إن شاء الله ينكون كسبنا وبإذن الله قبلها بيوم غانا تتمكن من التعادل أو الفوز على أغاندا في كمبالة عشان 8 أكتوبر يقعد رسملي بقى الصور الوردية بتاعتك دي هيحصل هيحصل يحول الله يا رب بيزي الله تعالى 8 أكتوبر هنروح كاس العالم إيه رأيكم يا إن شاء الله لا حولها ختالة بالله إن شاء الله قلتلك إن شاء الله طبعا تمل إنها 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 روسيا روسيا حلوة روسيا آه دلوقت روسيا حلوة لا يا ريك أقولك الروح تقولي لا لا أقولك روسيا حلوة طيب تم إنها أزمة التجنيد الخاصة ببعض اللعب الأهلي أنتوا عارفين لما البعثة سافرت الأول سافروا بالتصريح تجنيد واحد على أساس إنها سافرية واحدة أو مهمة واحدة لبعض الأيام والعودة لما تأهل الأهلي والحمد لله وتأكد إنه حيلعب النجم السحلي وأيضا في تونس البعثة استمرت فالأمر احتاج من الناحية الإدارية أو العسكرية الحصول على تمديد لتصريحات التجنيد لبعض اللعبين المهندس سامير عدلي في زيارته القصيرة للقاهرة أنجز هذه المهمة وعاود السفر من جديد تحديد عدد جماهير النجم السحلي في مباراة الأهلي طبعا كلنا في الهم عرب نفس المشاكل اللي احنا بتواجهها الكرة المصرية في تنظيم دخول الجماهير تقريبا نفس المشكلة موجودة في تونس فبالتالي السلطات الأمنية في تونس بتوافق للنجم السحلي على 15 ألف تذكرة فقط للجماهير والملعب يساعد أكتر من كده لا أكتر من كده بس أكتر من كده مش بكتير يعني لكن هي نفس الظروف الأمنية ونفس الضوابط نتمنى إن شاء الله أن المباراة اللي هناك والمباراة اللي هنا وكل مباراةنا العربية تخرج بسلام إن شاء الله في تفاؤل في بعثة الأهلي تفاؤل كبير أنت عارف عنين كتير قوي من التحكيم سواء من الحكم السنغالي في مباراة برج العرب مع الترجي أو في مباراة رادس في تحت قيادة الحكم الكاميروني لكن تعيين الاتحاد الأفريقي لطاقم حكام جابوني بقيادة أوتوجو أشاع شيئا من التفاؤل داخل بعثة الأهلي تفاؤل بحياد الحكم سمعته طيبة يمكن كلام من كابتن سيد عب حفيز إنه طيب علي أن أحافظ علي يا فازين المباراة بالضبط ما كله سمع وليه اختبار إنقل 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 بقى إنقل بقى عشان خطري هنقول كلام تالي بعد الماتش حفكرك طيب خلاص سيبنا الحكم رهن الاختبار أقول لك كمان ماتش حكم جنوب أفريقي المباراة العودة أنقل ولا أستنى أنقل برضو أنا تشوف تحكيم لحد ما أشوف السفارة ماشي إزاي أصير حاجة مش بيسفر اللي بيسفر الإدارة بزعق طيب على ذكر بقى جنوب أفريقيا وطاقم الحكام اللي المون سعد لي مش عايز نويه حتى اسمه لا 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 لجاية لقى إنه ممكن بيتروس ماتافيلا كان من جنوب أفريقيا بقى أنا عارف وكان في راجل قصير كده قابلته في المطار كان جاي يحكم في مصر وقاله ده حيث تتحكم وكان شخصي قابلته في المطار في أمستردام كان عامل تنظيفة وأنا كنت راح أجيب بالصدفة اسمه إيه ده في لابي فاتقابلنا في المطار وإنت كل تحركاتك راح تجيب حسفر ليه واخد بالك فاتقابلنا في المطار طب بس فكرنا أقولك حاجة بعد دي فبقى أقوله وجود لك وإنت سمعتها جمد جي عمل ماشي جاي بتاع فأنا سيبك من كلام بصو بقى بالنسبة المهام الخاصة للمهندس عدلي قبل ما نبدأ الحلقة بلحظات قلق إيه ممكن استمتعته بالكابتن محمد فاروق وكان معاه الدكتور عمر أبو المجد الدكتور عمر أبو المجد مدير قطاع الناشئين في النادي واحد من خبرات تدريب الناشئين في مصر لسنوات طويلة من الفرق العجيبة وهو بيسلم علينا الدكتور عمر ومعاه الكابتن محمد فاروق الدكتور عمري يتذكر إزاي جاب محمد فاروق للمهندس عدلي وعند فاروق 13 سنة فحكى الدكتور عمر أبو المجد قال أنا عرفت أنه نادي إسكو أحد الأندية الصغيرة في القاهرة عنده مهاجم صغير عنده 13 سنة ولد موهوب جدا وفي الجنب عالي جدا وضربات الرأس بتوجيه يعني قال مواصفات فرود فبيقول أنا ما صدقت شفت المهندس عدلي لقيته متكي كده مسنود على الصور بتاع الملعب فقال له ليك عندي كان فيه ماتش بنتفرج عليه اه افتكرت أنا فجيه مجرد ما شاف المهندس عدلي قالك بس فرصة أن نحن نخلص الموضوع ده فيه ولد في إسكو عنده 13 سنة مواصفاته وما تقلبش ورايا طبعا دخل المهندس عدلي سمع منه كلام كتير عملت سألت بقى لا هو طبعا احنا كنا بتابع كمان المباراة زي مختار مختار كان برضو كابتل عوضين واني قاعد جنبه مختار مختار حاجة كده فاروق شمينا فرول أول عشان بس معملش علينا نجمي إعلام بقى قول انت جيبته بكام لا هو فاروق كان عنده تحت 14 وكان اللي قال لي مستكتر كلمة 13 ألف جنيه 13 ألف جنيه فقلت له فعيل عنده 13 سنة فاني كنت بصدفة كمان لما دخلت كانوا بتكلموا طلع عشيك بال13 ألف قلت له يا عباس ما طلع عشيك دلوقتي بس ريد الله يرحم طلع عشيك دلوقتي بس اسمع كلامي الولد ده فجور بس ريد الله يرحم ان القصة دي ماشي وجه فاروق وخده 13 القصة الاجمل منها خاصة بهذا الموضوع ان بعد سنة انا قعد في مكتبي دخل علي الكابتن صلاح زكي كان هو المشرف عالكورة و في اسكو او مدير الله يرحمه هو لعب البلاستيكو واشتغل في اللعب اه اه احنا عادين كان فيه مشكلة كده او حاجة من حلها يعني فقال لي على فكرة بدحك كده احنا لين عنده خمس سلاف جنيه قلت له ايه بمناسبة ايه فقال لي اصلحنا اه يعني قالولنا خمانتاشر الف جنيه في محمد فاروق في محمد فاروق بعدين بعتولنا شيط بـ 13 قلت له انا اول مرة اسمع 18 دي انا كنت بالصدفة موجود حتى في الحسابات قلت له مطلعوا الشيك فورا فقال لي لا 18 قلت له مين اللي قالك على 18 دي قال الكابتن مصطفى يونس قلت له تب ثانية واحدة كان مدرب الفرق كان مدرب الفرق وقتها ناشئين قلت له طايد رحت طالب الكابتن صالح رد عليك الكابتن صالح قلت له انا عندي كابتن صالح زكي مسلم عليك يا كابتن وبعدين بحكي لي قصة كده بقول ان احنا وعدناهم بـ 18.000 جنيه وبعدنا له مشيك بـ 13 قال مين اللي عادهم بقول الكابتن مصطفى يونس وبعدين إذا كان يأيد الكلام والكلام ده مظبوط خليهوا يطلعوا لي شيء بخمس ده بعد ما جاءه ولاية بيسأله والراجل مش جاي ياخد خمس سلاف جنيه قال لي كابتن مصطفى يونس كابتن مصطفى يونس كان يتحدث باسم الأهلي إذا كان حد فاصل بعد كده طلع الخمس سلاف جنيه بس نسأل مصطفى يونس ونشوف مين اللي تشطر بعد الاتفاق طلعت له خمس سلاف جنيه يا جدا أنا مش جاي يخدهم ببقاش مسادة نادي اسكو اسكو استلم الشيك وإحنا قعدين قال لي اسمع بقى أنا زمالكاوي وابن أمير زمالكاوي أنا عايز ابني إلعب في النادي الأهلي أمير صلاح زكي ولعب بعد كده مش أعتقد أنه بطر في نادي طنطة بعد كده لعب في الزمالك شوية ولعب فهو كان عايز يجيبه النادي الأهلي فعلا يعني محمد فاروق في الآخر كان بـ 13 والكابتن كملهم وقال على وعدة من كابتن مصطفى يونس تحقق منه فقال لي ادي له ملفار بعدها بسنة هو فيه بقى اللي كلمني عن نادي الأهلي طبعا كابتن صلاح زكي شافت حاجة ما شافهاش قبل كده طبعا مش ادي له مثلا قمضة مضروبة يعد يدخ في الشيك سنتين لا ده بدي له حق التزم ديه مدرب مدرب باسم النادي الأهلي هو ما كانش في مرحلة التفاوض قال له خلص اتفقنا على 18 أهلي فوق الشيك ب13 أهلي قابتن اكد هذه المعلومة كابتن مصطفى فقال لي تقول له هنصرفه الخامسة الكابتن صالح قال كده وانت كابتن صالح أمر بصرف الفارق قال لي يعني كنا اتفقنا على 18 بمناسبة بقى اللعيبة الجداد اللعب الجنوب أفريقي باكا لعب النادي الأهلي تم اختياره لمنتخب الأولاد منتخب بفانا بفانا أو منتخب جنوب أفريقيا وقع اختياره على لاعب الأهلي الجديد باكا مالالينبي ولا اسمه ايه؟ مهالينبي مهالينبي خلاص باكا وقال لك لا خليه مشا لينبي طب خليه مشا ملة يعني باكا وخلاص وهو باكا وبيلعب في الموت حاجة غريبة برضا تم اختياره لمنتخب جنوب أفريقيا وكابتن سادعب حفيز ووفق له على السفر علشان يشارك لعب منتخب بلاده يعني خرج من تدريب الأهلي قبل أن يلعب مباراة واحدة إلى منتخب الأول هو كان منتخب اللونبي وحيرجع يوم 11 أكتوبر يواصل مسيرته مع الأهلي انتوا عارفين أنه باكا مش مقيد في القايمة الأفريقية لكنه بإذن الله يرجع 11 أكتوبر عشان يستأنف نشاطه المحلي مع الأهلي مع ذكر المنتخبات وتوقف البطولة انتوا عارفين أنه معسكر منتخب مصر ميستر هيكتور كوبر اختار 25 لعب لهذا المعسكر التاريخي وما زلت المهندس عادة يقول لي ما تقطعش أقول له إن شاء الله تعالى هيبقى معسكر تاريخي وإن شاء الله 8 أكتوبر مصر كلها بإذن الله تفرح تحصل يوم 7 نفرح يوم 8 إن شاء الله كوبر اختار 25 لعب لأول مرة في تاريخ منتخب مصر يزيد عدد المحترفين في الخارج عن محترف الداخل يعني 15 لعب من المحترفين بالخارج مقابل 10 لعبين من المحترفين في الداخل المحترفين في الداخل العشرة سبعة منهم أهلي وتلاتة زمالك أعلى تمثيل لنادي داخل هذه الاختيارات أو في هذه القائمة هي للنادي الأهلي لأنه عنده 10 لعبين أو 7 لعبين من هنا ضيف عليهم أبناء الأهلي من المحترفين يعني معظم اللعب المحترفين جزء منهم ليس بالقليل أيضا من أبناء ولعبي النادي الأهلي السابقين كوبر المنتخب حيدخل في المعسكر ابتداء من يوم 2 أكتوبر ويتوالى وصول بداية وصول المحترفين في الخارج إن شاء الله حيكون بعد بكرة السبت لكن تصريح أنه كوبر استاء شوية أو زعل من بقاء بعثة الأهلي في تونس الراجل بصص لها حسب الخبر يعني إذا كان ده صحيح إنه بصص إنه الفترة طولت قوي خايف على اللعيبة من الزهق من الملل إنه طول فترة بقاء الفريق في تونس هيعودوا ثم يدخلوا مباشرة لمعسكر المنتخب الوطني يعني هو كوبر عايزهم يسافروا ويرجعوا 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 أريح عايزهم له هو بس لا مش أريح طبعا مؤكد إن ده من القرارات مين الآل إنه مستهد طيبة جدا انتقد القرار لكن الرابط حتى اليوم السابع يعني بينتقد الانتقاد بقولك بغرابة شديدة طيب حسن مواندا لعب منتخب أغندا أغندا بقت في الصورة دلوقت أغندا وغانا في كنبالة عاصمة أغندا يوم 7 أكتوبر لا استناني بس لو قلزت علينا ونبقى يا براين لا طبعا ده تلكيك بدري وعوذر بيتحط في الجيل أيبا إن بقاء لعيب النادي الأهلي أشعارهم بالملل ففقدوا التركيز فإذا حصل حاجة عشان قعدوا في تونس يلعب غيرها إنت أكسب لنا كونغو ما تفكر ليش تقولي لعبة الأهلي أخذ ما تحبهمش في المرش هو أنت بتتكلم هو أنا تركيزهم يزيد لو سافروا وراحوا ووضبوا شونط وحلوا شونط ورجبوا طيارة ونزلوا وراحوا بيتهم وخدوا أجازة يوم وبعدين يتمرنوا يومين عشان يرجعوا تاني ياخدوا تقشيرات خروج وياخدوا مش عارف إيه ويروحوا على الكندة بقى ده كلام إنهين بالعقل كده القرار الأصوب آه حقيقي اليوم هو ينتخد إن اليوم زاد ماشي هو ده أنا ممكن يقولك يعني كان كفاية يلعب السابت لك كتابوا الأهلي زنبه إيه مش الأهلي اللي اختار الأهلي لما اختار قرار كان حيلعب السابت منطقي جدا إنه ما يسافرش يوم لاتنين ويقعد ثلاثة واربع عشان يسافر خميس عشان يلعب السابت عشان يلعب السابت منطقي طبعا آه ميسر كوبر يعني إذا كان ألشت ألشت شواء ميسر كوبر إذا كان قال كده لأن هو حد يسأل كوبر ما بيسألوا اللي حواليه أيه والنبي اللي حواليه ديقول متطوعين متطوعين بالحب كله بلحب كله لأ يعني يقعد في فكر في حاجة كده شمعنا كوبر بدأ ما تقول بالتوفيق للعبين الدوليين عشان يجوا في معنوات حلوة تقولي امتقد شعور لا يا سيدي مش هيحسه بالملل حاتش بيملي معنا دلآن